السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة معنا رؤية النار في منام المرأة المتزوجة إذا شهادت المتزوجة في منامها اندلاع النار ولكن من دون لهيب أو توهج يدل هذا على حملها عن قريب لكن إذا كانت النار مشتعلة وبها كثير من التوهج يعني اشتعال الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها وإذا تعرضت لأي أزم من النار دل على أنها تعاني مشاكل كتير في حياتها وبيدل كمان على تعرضها لكلام سيء من المحيطين بها أما مجرد رؤية النار الشديدة المضيئة في منام المتزوجة فيدل على رزق زوجها الكثير وهي بشرة إليها بأن الله سوف يرزق زوجها بالعمل والرزق الذي سيعم عليها وعلى جميع أفراد أسرتها ولو رأت أنها خائفة من النار وتحاول الهروب منها واستطاعت أن تفعل ذلك فهذا يدل على أنها كانت على وشق الانفصال عن زوجها بسبب الخلافات اللي كانت بينهم ولكن استطاعت أن تحلها أما إذا شهادت النار قد اندلعت في البيت يدل على الفراق بينها وبين زوجها وإذا رأت اشتعال النار في المطبخ دل على غلاء الأسعار وعلى قلة الموارد المتاحة إليها وإذا رأت النار قد اندلعت في البيت ولكن أصابت جزء بسيط من البيت دل ذلك على وجود مشاكل في البيت ولكنها سوف تتخلص منها إذا رأت أنها استطاعت أن تقوم بإطفاء النار دل ذلك على أنها تعالج مشاكلها وبتتخلص من المشاكل المحيطة بها قال ابن سيرين أن رؤية المتزوجة النار بدون دخان علامة على الأموال الكثيرة التي سترزق بها المتزوجة هي وعائلتها قريبا ولو رأت صاحبة الحلم أساس منزلها يحترق فهذا يؤول إلى الحياة الاجتماعية الناجحة التي تمتلكها والأشخاص الرائعين الذي ستتعرف عليهم قريبا وتكون صدقات معهم فصر العلماء رؤية الهروب من النار في منام المتزوجة بأنها ستتخلص قريبا من بعض المشاكل التي كانت تسبب لها الإزعاج في حياتها وتنعم بالسعادة والاستقرار ولو هربت صاحبة الحلم بسرعة من النار في منامها فهذا يومئ بالمهارات والمواهب العديدة التي تمتلكها ويمكنها أن تربح الكثير من الأموال إذا أحسنت استغلالها قيل أن حلم هروب المتزوجة من النار أيضا يشير إلى مرورها بخلاف مع شركها كما أنها ترفض أن تصالحه رغم محاولاته الكثيرة في إرضاءها وإذا شاهدت الرأية شريكها يهرب من النار فهذا يدل على أنه إنسان عاقل ومتزن يتصرف معها بحكمة ويتخذ دائما القرارات الصائبة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته